مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم قبتلكم ألد وصفة أو ألد أكلة في عدن الزربيان العدني وكمان الهلواء العدنية طبعا هي تسمى هلواء وليست حلواء الحلواء عندنا في عدن تانية هلواء والزربيان اليوم عملتلكم يا بالدقاق حاجة جدا روعة وأكيد الزربيان المكياج حقه العشار أو البسباس الأحمر والهلواء تتقدم دايما مع الزربيان وأساس الزربيان البطاطة طبعا ما فيش زربيان من غير بطاطة لاحد يقولي زربيان من غير بطاطة الزربيان إذا ما كانتش البطاطة حقه دايبة وتنهرس هرس ومع العشار كده وتقريبا ممكن ما تعملوش عشار فيه طريقة بسباس اللي تقدم مع الزربيان وكمان الهلواء حاجة جدا روعة وخلونا بالمقادير أول حاجة منقلي البصل أضفت أنيس زيت وضفت كمان سمنة تمام؟ وبدأ أحمر البصل شوفوا اسمعوا على نار هادئة وليس نار عالية هو المتعب في الزربيان فقط البصل تحمير البصل ولا هو وقبة سهلة تحملوا البصل على نار هادئة على بل من تحمر البصل هنا عندي بطاطة لا تقطع لناش خلوها كبيرة أبدأوا بس أعملوا لناشق أو أخرام أعملوا لأخرام نفس موضح لكم بالفيديو هذا يخلي البطاطة دايبة بعضهم يقولوا ليش البطاطة حق الزربيان كده تكون طرية ودايبة لأننا نحن نحن نخرمها شوية بعد كده برشالة زينجبيل وكمان ملون طعام ممكن فقط زينجبيل بس ملون الطعام يعطي لك كده بالتقديم لون حلو مرة تقولوا ليش البطاطة كده لونه كمان لأعمل لها شوية صبغة وزينجبيل تمام؟ بعضهم يحبوا طولة كمان ملح الليمون أنا ما عملتش ملح الليمون اللي سمونا زهرة الليمون أو زهرة الليمون يسموه خلص ويكون كده البطاطة طبعا أني عشان التصوير ما قدرتش أخلطه بيدي فكده قلبتو بس هنا البصل بدأ يتكرمل بس حاجة بسيطة لازم شوفوا على نار هادئة والتقليب المستمر أني كل شوية رايحة وقاية عليه أساس الزربيان البصل قصدي يكون لونه بني اللون البني الغامق وليس اللون البني الفاتح شوفوا الآن عادة زربيان البصل حق الزربيان ما وصلش للون اللي أشتيه لازم بني غامق بعد كده أضفت الثوم وقرنفل وقرفة وهيل شوية آخر شي عشان يعني يتنكه معه يعطي طعم حلو آخر شي أضفه ممكن ما تحطوش الآن دي الإضافة بعدين مع الطحن بس لأني خليه كده يتقلب الثوم مع البهارات الصحيحة خلاص الآن وصل للون اللي أنا شوفه بني غامق بس هو مع الإضاءة عادة مرويكم أنه فاتح بس هو غامق بني الغامق مش محروق وعمره ما يطلع مر لأنه تكرمل على نار هادئة إذا كرملته على نار عالية ممكن البصل يكون معكم مر خلاص الآن بحط البصل مع الثوم والبهارات بالخلاط أي خلاط وأني لأني بستخدم دقاغ استخدمت شوية كزبرة أني أضف حاجة بسيطة كزبرة إضافة من عندي ممكن ما تضفوهاش وزبادي الزبادي شوفوا على الدقاغ أنا سوي ثلاث ملاعق ما سويش باكة زبادي وكوب ماء أو نص كوب ماء عشان ينخلط الخليط أخلطوه تمام شوفوا إلي أن يكون قوامه زي كده هذا هو القوام اللي أني أشتيها الآن شوفوا بنفس الزيت ما مرقص الزيت الزيت عندي تمام هذا الدقاغ أنا عملت له براين أو محلول الملحي من الليل عملت له شوفوا مشهد الدقاغة كيف فاتحة بنزلكم كمان طريقته وأضفت كمان البطاطا وهنا أضفت اللي خلطته البصل مع الزبادي والبهارات عرفتوه الصحيحة والثوم قلبوا كده قلبتين بعد كده بضيف زنجبيل وكمان بضيف عليها البهارات السبعة بهارات الزربيان اللي هي البهارات السبعة نحن نستخدمها موجودة طريقته وبضيف له ليمون مطحون اللومي المطحون ممكن تضيفوه ملح الليمون اللي يسموه زهر الليمون وكمان الملح أضيف الملح حسب الرغبة خلاص وقلبوه تمام خلوه البهارات في كل مكان يعني تتحرك طبعا أنتم تقدروا تضيفوه اللي أنتم حابين هذا أنتم الأكل أنتم بتاكلوه إذا أنتم شفتوه بهاراتي ناقصة أو شي ضوفوا اللي أنتم حابين القلص باقي فيه شوية من التتبيلة اللي طحنا البصل حطت له ماء وأضفته يا تقريبا يعني نص كوب ماء خلاص وأضفته على البطاطا والدقاج كده وتقدروا كمان تعملوها باللحمة وتقدروا بس تعملوها بالبطاطا مش لازم لحمة ودقاج خلاص تكتفوه بالبطاطا الزربيان اللي معاكم القود من الموجود نفس الطريقة لللحمة وكمان للبطاطا لأي شي خلاص الآن بضغطوه لمدة 30 دقيقة على نار عالية أول ما سمع الصفارة أوطي نار وحسب له 30 دقيقة وماشاء الله طبعا الطباخ الطباخ لازم شرب شاهي مكيف على الزربيان شرب شاهي الآن شوفوا عندي رز مغسول ومنقوع بماء مغلي وملعقتين خل أخليه على بل ما يخلص الزربيان يعني تقريبا 20 دقيقة إلى ساعة والآن بعد 30 دقيقة شوفوا ماشاء الله الزربيان فتحت عليه شوفوا ماشاء الله كيف حاجة قدر روعة طبعا الآن من بخر الآن يأبخر الآن بعضهم يبخروا قبل ما يطبخوا حطت فحمة طبعا فحم طبيعي لا تستخدموش السريع حطوا عليه سمناء أو زيت وخلاص وبخروا والآن ما نعمل الهلوة عندي نص كوب من الماء وعندي الصبغة اللي لونه أحمر والبرتقالي الناري وعندي كمان سكر السكر حسب الرغبة بعدين بضيف عليه رشة من الهيل تقريبا نص ملعقة هيل وقوزة الطيب اختياري برش قوزة الطيب اختياري ممكن قرونفل أو المسمار المطحون أو ممكن بس تكتفوه بالهيل مقلاة بضيف عليه ملعقة كبيرة سمناء وملعقة كبيرة زيت وضيف ربع كوب من السميد وببدأ أحركه تمام أقلبه بالدهن لازم يتقلب يتغلف تماما ويتغير اللونه يتشقر شوية لازم التقليب المستمر أول كده ما تحسوه تمام تغلف بالدهن السميد وتغير كده بدأ يتشقر ببدأ أضيف إيش ببدأ أضيف اللوز والزبيب اختياري ممكن بس لوز ممكن بس زبيب ممكن من غير هذا الشي راجع لكم أنتم حسب ضوقكم بس كده حسيته تمام الآن ببدأ أضيف شوفوا كيف اللون تشقر ببدأ أضيف اللي عملنا الصبغة مع السكر والماء والهيل أضيف وقلب هو على طول يتشرب شوفوا السميد يشرب من السوائل وبدأ أقلب المهم أحاول أني أخلص النص كوب عليه لأني هذا مقداره السميد استخدمت السميد الوسط وليس السميد البسبوسة ولا السميد الناعم المطحول لا سميد وسط تمام بعد كده أضفت كامل كامل السائل اللي أنا عملته يعني السكر والصبغة وأحرك لما أخلص قلت لكم النص بعد كده بعد ما قلبته تمام شفتوا كأنكم تعملوا رز كأنكم تطبخوا الرز نفس كده تقريبا خلص الآن كده قلبه تمام بعد ما ضفت السوائل كله أغطي وخليه على نار عالية وتحته حديدة أول ما ينشف يبدأ كده ينشف أقلبه قلبتين وارقع أغطي وارقع أخليه كده وارقع أقلبه مرة تانية لما أحس حبته استوت شوفه طرت معايا وكمان رقعت كده حباه يعني نحن نقول كده مفرفرة تمام خلص تكون قاهزة الآن تعالوا نعمل رز الزربيان هنا عندي ماء مغلي وكمان بضيف عليه ملح وبضيف الرز اللي نقعنا وكمان تقدروا لما تضيف الرز تقدروا تعملوا يعني بهارات صحيحة هيل قرفة قرنفل بس أنا ما حطش صراحة أنا ما حطش خلص أكتفي ببهارات وكشنات الزربيان تمام الآن خلوه على أعلى نار نار عالية وحاولوا أنكم تطبخوه بقدر كبير أو دست كبير عشان تتفتح حبات الرز شوفوا ما شاء الله كيف حبات الرز طوالت وكده تفتحت لأنه القدر كبير والنار عالية يعني يغلي على نار عالية أول ما تحسوا أنه خلص بدأ يعني بدأ نطبخ معاكم بقي له بس تكة بسيطة خلص صفو الآن صفيته الآن شوفوا فتحت على القدر وباخد منه الدقاغ باخد منه البطاطا بحاول أني شوفوا ما شاء الله كيف الدقاغة ما تكسرتش ولا البطاطا وطرية أنتم شوفتوا ببداية الفيديو كيف البطاطا طرية وبس كده أحاول أني أنزل البطاطا والدقاغ أخرجهم على جنب الآن باخد من نفس الصوس شوفوا الصوس الموجود بحطه في القدر اللي أنا عملت فيه الرز بحطه وأحاول كده أعدله تمام أنتم تقدر تحطوه كل الكشنة البطاط والدقاغ والكشنة كامل بعدين الرز بس هذه الطريقة جداً حلوة بالتوزيع بعد كده أضيف البطاطا والدقاغ اللي طلعته وأضيف كمان من الكشنة حق الزربيان أضيفه كمان من فوق الآن هذه الطريقة قلت لكم حلوة ويفضل اللون البني متوزع ميكونش لو كان إذا كانت الكمية كبيرة يعني تستخدمه ممكن عشر كاسات رز ممكن أو خيشة كاملة خمسة كيلو ممكن تعملوا الطبقة وحدة بعد كده أضيف نص كمية الرز الثانية وأضيف كمان من الكشنة من فوق والدهن حقه وأضيف اللون البرتقالي واللون الأحمر الناري هذه ألوان الزربيان وهنا عندي ورق زبدا أنا أبله بالماء وأعصره وحطه من فوق عشان ينكمل تمام ممكن تعملوا قصدير وبعد كده أغطي وحط له حديدة من تحت وخليه على النار شمع لمدة عشرين دقيقة من خمسة عشر دقيقة إلى عشرين دقيقة خلاص وهنا حطت الهلوة بصحن وزين تب غوز الهند اختياري غوز وهنا تعالوا شوفوا كيف الزربيان قاهز إيش أقول لكم الريحة رهيبة ممكن كانتوا تبخروا الزربيان آخر حاجة تولعوا له فحمة وتبخروا بس أني خلاص أكتفي بتبخير الكوشنا حق الزربيان والآن شوفوا ما شاء الله لآن بخروط الألوان هادي مع بعض مع الرز شوفوا حتى تغريف الزربيان ويعني تقديم الزربيان له فن في التقديم له طريقة في تقديم الزربيان مش من أي أحد وقع حط الزربيان لأ حتى الطباخ اللي يطبخ في الأعراس يقيل البيت يطبخ لكم دست الزربيان يقيم معه مساعد هذا المساعد هو يكون فنان في التغريف صح ولا لا كده طلع الزربيان بصح نغرف وهذا ما شاء الله شوفوا كيف حطينا الزربيان عن فيه اللون البني زوجي يشل القدر وهرب يقري للمطبخ يأكل يحب الزربيان ويحب اللي يبقى في القدر واني اشتري ينزله لي عشان اللون يعني الصوص اللي عملنا تحت البني انزله على جنب لكن ما قدرش ألحقه عطاني بش شوية اذا شفتوا آخر شي لما يعني حطينا الروز وهنا شوفوا بديت كده انضف كده الدقاق من الروز عشان التقديم والبطاطا والان باخد اللون البني خلطة الزربيان البني على جنب وشوية باخد منه بخلطه مع الصبغة والروز عشان لما تأكلوا الزربيان تأكلوا من كل حاجة تأكلوا من الروز المبهر البني ومن الصبغة والأبيض ما يكون يعني الأحمر والعشار الأخضر قلت لكم المكياج حق الزربيان والهلوى كده نحطها على الصحن وياستلام شوفوا بس كيف البطاطا دايبة وطبعا حامية البطاطا شوفوا بطاطا الزربيان إذا ما كانتش كده دايبة هذي مش بطاطا الزربيان لا لازم كده أول ما تضغطوه تنهري هري وتأخدو كده وصله من الدقاق والبطاطا والعشار وتضربوا بالخمس وتقولوا بسم الله ما شاء الله شوفوا كيف الدقاق طري وجوسي وكمان أبيض لأنه عملنا للمحلول الملحي شوفوا بس كيف تأكلوا حاجة جدا روعة وكمان قربوا تأخذوا قطعة من البطاطا وتغمصوها بالعشار حاجة جدا روعة 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 بتعقبكم كتير هذه الحركة لازم نعمل قلولي من يسوي كده وكمان شوفوا ما شاء الله الهلوة كيف نحن نسمي مفرفرة يعني حبة بحبة وكمان طرية جدا روعة بحكي لكم حاجة زمن أول كانوا كيف يأكلوا العجايز حق زمان يحطوا يأكلوا الهلوة مع الزربيان يعني ياخدوا شوية من الزربيان رقمة من الزربيان وشوية من البطاطا اللحمة أو الدقاقة والعشار ويحطوا الهلوة فوق وياكلوا هذا الزمان كنت أشوف قلولي للآن هل يعملوا دي الحركة أو خلاص قلولي من يأكل الهلوة مع الزربيان وبس والله كنا نشرب معال كنددراي أني كنت أفضل الأحمر ونتم قلولي إيش كنتوا تحبوا الأحمر ولا بالبيبسي ولا إيش بالعافية ليو لكم ولا تنسوا تشتركوا بالقناة تبعي القرس الإشعارات ولايك وكومنت سحل منكم